حماس لعبة كولف ديوتي بلاكوبس 4 بالإضافة لعبة رج 2 وأخيرا بشكل رسمي بات الفيد الجديدة شعارها في على قد ما فرحنا أنه في شركة بدأت تهتم بذوي الهمم على قد ما زعلنا أنه في ناس قاعدت تضحك على الموضوع هذا سلام كيف حالكم؟ شاء لكم طيبين ومبسوطين أنا عارب بعضكم حيتساءل عن أمس ليش ما نزل مقطع الأخبار زي ما احنا توعدنا واتفقنا مع بعض والسبب بكل بساطة أنه أمس سار موضوع صراحة يزعل حشارككم اليوم في السناب فما أبغى أن أكد عليكم خليونا نخش في تفاصيل فيديو اليوم بس قبل عندي خبر وخلينا نقول خبرين بس هو خبر وخبر الثاني حنخليه بشكل رسمي من ضمن الأخبار الخبر اليوم اللي موجود عندنا ولازم تعرفوه سارت مضاربة خلينا نقول أكشن كذا يعني حماس لدرجة أنه سنة الترنت الأول في البودكاست على مستوى يعني في الآيتونز لو تخش حتحصل حرفة V أول واحد اللي هم إحنا وفي الساوند كلاود برضو نزلنا الحلقة كلها موجودة عندكم في الديسكريبشن ففرصة أروح تفرجوا على الأكشن والمضاربة اللي سارت والآن وقبل أن نبدأ نسوا الاشتراك في القناة نشر المقطع إذا عجبكم اللايك والديسلاك بيعبوا رأيكم في النهاية خلونا نبدأ نعاب الباتر رويل أكيد أغلبكم بلاحظوا الفترة الأخيرة يعني الباتر رويل شي اسمه باتر رويل مكسر الدنيا من زمان من أيام أرما وبعدها طلع لنا دايزي وبعدها طلع لنا H1Z1 وبعدين ببجي وأخيرا فورتنايت شي طبيعي أنه يعني الكلام هذا كله يعني ممكن أغلب الناس بيعرفوه فكل الأبغاء منكم في تقرير نزلوا أمجد السبعاوي واحد منكم من المتابعين اشتبوا أحلى من كذا يعني تخيل أنت عزيزي المتابع حالينا اللي بتتفرج عليه بتقدر تخش على الموقع وتساهم معنا بمقالة بموضوع بخبر بقصة باكتشاف بأي حاجة كل اللي عليك تتوجه على حساباتنا عندك سواء كان VGA4A.com على الإيميل أو حتى على حساباتي في تويتر ونوصلك إن شاء الله بشباب التحرير عندنا اللي حيزبطو لك الموضوع وينزل عندنا بحساباتك الخاصة كلما ساهمتم معنا كلما الموقع كثرة الأخبار كثرة في المقالات كلما وصل صوتكم أنتوا ووصل صوتنا كمان أعلى وأعلى ودائما تكلمنا على موضوع ألعاب الباتل ريال كلكم تعرفون لعبة H1Z1 اللي شهرت في فترة من الفترات على جهاز البي سي حالياً حطت رحالة على جهاز البي ستيشن فور ومن اللي أنا أقول لكم بسرعة أروح وحملوا اللعبة لا قعدوا تنتظرون لأنها حالياً مجانية ومعادة في أطوار ثانية حطين عليها فلوس تدفع عليها على أساس تستفيد منها زي طور الزومبي اللي للأسف جماعة فورتينيت ما يعرف أن نصلا في شيء اسم طور زومبي فما علينا كلها عنك حالياً تتجه حاب أذكر إلى الآن ما نزلت على الأسطور الأمريكي اللي أنا أعرفه موجودة حالياً على الأسطور السعودي أتوجه عليها لأسطور الخليجي بشكل عام أتوقع روح حمل اللعبة واستمتع فيها الساعة ثمانية في الليل ممكن هذا المقطع ينزل في نفس الوقت أو قبل وما أدري للأمان المهم أنه سير فراتح تفك الساعة ثمانية فخليك مستعد باتلفيلد فايف خلونا نسمع التقرير من رأمي مع اقتراب حدث الكشف الرسمي عن باتلفيلد فايف والذي سوف يكون يوم الأربعاء القادم مع الساعة منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة قامت شركة A بإصدار عرض تشويقي قصير المدة تخبرنا به بأن لعبة باتلفيلد فايف سوف تقدم رسمين الحرب العالمية الثانية وذلك من خلال ظهور أو بروز إعلام ألمانيا وبريطانيا المتواجدين في أعلى المقطع المثير للانتباه هنا سراحة في هذه التشويقة بالتحديد هو أن نلاحظ بساطة شاشة العرض وصغر أحجام الأيقونات حيث نرى بأن شريط صحة اللعب أصبح يتوسط الشاشة والرادار أو الخليطة المصغرة أصبحت تظهر على شكل مربع كما في الأزياء السابقة من باتلفيلد مع عداء باتلفيلد 1 هذا ويذكر أنه منذ لحظات تم ناشى صورة الغرف الرسمي للعبة باتلفيلد فايف عبر متجر البلايستيشن والذي يبرز لناه ظهور أو تواجد جوندي أمريكي من القوات المظلية حيث يحمل في يده مسادس الأم 1911 وأيضا بندقية الأم 1 بالإضافة إلى أنه مجهز بمعادات حربية إضافية من جهة أخرى يبدو أن باتلفيلد 5 سوف يتم إطلاقها بنسختين نسخة عادية ونسخة ديلاكس دون ذكر محتوية هذه الأخيرة بعد في نقطة بس أقولها لو كان في الحرب العالم الثانية أتمنى أنه يجبون شخصية تشيرشل يمكن بعضكم معرفينه وأتمنى أن يكون في طور قصة لأنه لو سووها وجابوا الشخصية هذه الأمانة توقع أنه سنكون في منعطف تاريخي في عالم الجيمز من ناحية كمية العاطفة والإجرام اللي حنشوفه زي ما شفنا بهات الفيديو نحن ما شفنا أبطال بقد ما شفنا عبارة عن ناس عاديين ما يبغوا يموتون هي هذه الحرب الحقيقية مو الحرب شخص يخترق للصفوف فأتمنى وصلت الفكرة كونف ديوتي بلاك أوبس 4 وأنتوا عارفين الأسبوع يراح تم الكشف عنه وكثير من الناس هتكلموا عليها طبعا اللعبة ما فيها طور قصة حيكون فيها طور زومبي لكن الزومبي كان شوية غريب لأنه جاب لنا على أكثر من فترة زمنية مختلفة في الماضي وبعدها كذا يعني أول شي بالسيوف وما سيوف وحش طلع لهم كبير بعد كذا جابوه كأنها في تايتينيك وبعد كذا جابوه في عصر متقدم أكثر في السجن يعني قريب تقريبا الكلام هذا فما أدل صراحة أن الزومبي هيقدم بس واضح أنه هيحط له كل شي في العالم من مضاربات وقتال وأساليب في طور الزومبي بالنسبة للعبة بشكل عام لأما أنا شخصيا ما شفت شي حمسني عليها معادة طور واحد جديد أضافه وكان في آخر المعتمر اللي هو البلاك أوت أو خلينا نقول شبيه البات الرويال وعلى حسب ما فهمنا أنه الطور هذا هيحطوا فيه كل الخرائط اللي انشهرت في لعبة كلف ديوتي وحسب ما شفنا من بعض النقاط وبعض التحليل من بعض الشباب أنه احتمال يوصل عدد اللعبين 140 لاعب للأمار ما لدينا تفاصيل كثير بس كل اللي نعرفه أنه جانا تصريح من المصمم مات سكروتس أنه دائما أنه إحنا دخلنا موضوع لعب أو عالم البات الرويال بشكل عام فأعرف أنه إحنا حنكتسح الساحة بكل بساطة بسبب خبروتهم اللي تمتد لعشرة سنين ما أدري إذا كان تحدي حقيقي بس واضح أنهم داخلين بعنف والدليل أنه مو بس خريطة كبيرة والأول مرة ممكن في تاريخ كود حنلعب بالمركبات وبالطيارات وبهالوكبترات يعني أنا هذا اللي شفته فهذا هو الشيء الوحيد اللي حمسني أنه أنا ألعب لعبة كلف ديوتي بلاك أوبس فور غيرها للأمانة ما أتحمس بها شيء لأنها هي نفسها نفس كلف ديوتي اللي قبل يعني ما حسيت في أي فرق وهذا واحد من الأشياء اللي أنا قلت حتى في البودكاست أنه ما كان ودي أنه نتحمس على اللعبة كبيرة وعظيمة بتاريخها زي كلف ديوتي عشان لعبة باتل رويال لأنه انشهرت بدون الباتل رويال فالعموم هذه ضريبة أنه كل سنة ينزلوا لعبة ولاحد يقول لي كل ثلاثة سنين يقعدوا يشتغلوا فيها استوديو لأنه مو مقنع الكلام اللي بعده حاب أذكر اللعبة هتنزل في يوم 12 أكتوبر على الحاسب الشخصي وأجهزة الجيل الجديد والآن نبدأ بالأخبار السريعة أول خبر معنا اليوم عن لعبة كينغدوم هارتس وهذه المرة ما قطع لمدة 10 دقائق وللأسف ما تحدد لها تاريخ معين يعني حتنزل خلال السنة هادي بدون تحديد وقت معين أو يوم معين لا أنا ما أدري يعني من زمان الشباب يطالبون معلومات عنها هذا كل اللي إحنا نعرفه في الوقت الحالي وأول ما في أي معلومات عن اللعبة تسريب صور جديدة وهذه المرة اللعبة فورزا هورايزين 4 على موقع ريدوتو من الصور واضح أنه هيكون مدينة اللعبة الجديدة في اليابان صراحة هتكون ضربة معلم لو سوتها ماكروسوفت لأنه صراحة اللعبة لو كانت في اليابان يكفي جي دي ايم وشغل اليابانيين هيكون جدا جدا حماس كل اللي عليكم دا حين دا ننتظر بس معرض E3 مؤتمر ماكروسوفت هيتم الكشف عن كل شي كلوف ديوتي مودن وارفير فورد تخيلوا طلي عشاء عنه هي هذي اللعبة الجاية والسبب يرجع على أنه معظم مطورين انفينيتي وورد اللي كانوا معاهم انتقلوا قبل كذا الستوديوات ريسبون في عام 2010 وحاليا في الفترة الأخيرة تخيلوا ورجعوا ثاني مرة للستوديوات انفينيتي وورد طبعا ريسبون هم اللي سونا لعبة تايتن فول للمعلومية فرجعته ماذي خلت الكثير من الناس يتكهنوا ويبنوا خاصة أنه أحد المسربين من ما تهرس ومسرب المعلومات المعروف والشهير فمادري قلولي رأيكم لعبة سكل اند بونز اتأجلت للأسف إلى سنة 2019 أو 2020 يعني السنة المالية في بدايتها طبعا صراحة أنا أشوف أنه شي جدا ممتاز أنه يبسب تاخذ خطوة زي كذا لأنه قالوا السنة هذي عندنا لعبتين أو ثلاثة ألعاب بالتحديد عندنا ذا Crew 2 عندنا The Division 2 وفي لعبة غير معلنة حنعرفها في معرض E3 حتكون بديلة لعبة Skull & Bones فمادري مسألة وقت ونشوف Grand Thief Auto على قدموا من اللعبة هذه القديمة لأنه حاليا ما تبقى عليها شي وتدخل 100 مليون نسخة مباعة حاليا بعد 95 مليون نسخة وتيكتو تأكدها حنكون متواجدين في معرض E3 لكن سيكون في الغالب خلف الكواليس مع المستثمرين لسه في موضوع لعبة Grand Thief Auto وهذه المرة مع المسرب إيان زي ما تعودنا عليه وسوينا معهم قبل قبل كذا في القناة للي حاب يشيكه ورضو موجود عندكم في القناة على العموم التسريب الجديد بيقول أنه لعبة Grand Thief Auto سيجيها تحديث جديد وهذه المرة مع الأندية الليلية كل اللي حيصير أنه أنت ستتحكم بالنادي الليلي الخاص فيك من ناحية كأنك قاعد تتحكم بمثلا الإضافات الأخيرة اللي هي مثلا حقت بيزنس وما البيزنس ولأشياء هذه لكن هذه المرة مع نادي الليلي فعالعموم لعبة Grand Thief Auto مخططة لسه عم طول مع تيك تو وخاصة أنه زي ما قلت ورجع أكرر الجمهور مختلف عن جمهور لعبة Red Dead Redemption فحتكون اللعبتين مناصفة مع بعض وحيكون معاهم الدعم ممكن الدعم يقيل على Grand شوية وحيكون تركيز أكثر على ردد بس اللعبة هتستمر ولو فعلا إيان صدق يعني أو خلنقوا الكلام اللي قالوا صحيح توقع أنه كثير من جمهور لعبة Grand Thief Auto حيرجعوا للعبة فنصيحة جمعوا من الآن فلوسكم مدرون في أي لحظة ممكن ينزلون اللعبة الإضافة معلش للأمانة تريلر اللي استعرضوا لنا من أجمل التريلرات اللي قد شفتها في مجال الألعاب خاصة من ناحية الحماس والسرعة طب اللعبة بقدمها لنا استوديوهات أو خلن نقول شركة Bethesda بالتعاون مع استوديوهين برضو من أرقة وأجمل الألعاب عندنا استوديوهات Avalanche اللي سوونا لعبة Mad Max قبل كده وفي عندنا كمان استوديوهات ID Studio أعتقد إذا ما أخذني المهم منه الاستوديوهات تخصصه في كواد الألعاب ففكرة أنه هذه الاستوديوهات الثلاثة مع بعض Bethesda Studio على ID على Avalanche أكيد بقدم لنا لعبة جدا جميلة ومن التريلر أتوقع يمكن بعضكم حيتفق معايا اللي ممتفق كتب لي تحت في قسم التعليقات خاصة أنه عالم اللعبة تحسه فعلا غريب العموم باقي التفاصيل كله حنعرفه إن شاء الله في معرض E3 اللي ما عاد بقي عليه شيء واللي حيكون فيه يوم تسعة ستة من الشهر القادم موسيقى 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 اشتركوا في القناة نقول اكس بوكس اول شركة تقريبا الان اللي احنا نعرفه وشايفينه حطت جهد وبدلت موجود تقريبا نبتد على حسب مفهمت الى ثلاثة سنين عشان يطوروا اليد او الكنترولر اللي حتشوفونا قدامكم واللي باسم ادافتف كنترولر طبعا هذا اليد او هذه الكنترولر المخصصة لذوي الهمم لعندهم مشاكل من ناحية خلقتهم يعني هم تولدوا زي كده سواء كان ما عنده يد او اطراف او خلين نقول اه عنده المين منه يعني فيه صعوبة ما هو يعتبر زي الانسان الطبيعي الكنترول هذا بتقدر تعدل عليه وتزبط عليه امور كثير بتخلي دوي الهمم يقدروا يلعبوا ويشاركونه وكثير منهم بيحبون القيمز والامانة اكثر مرة بروح معارض وبلاحظ منهم فئة جدا كبيرة وفي النهاية يعني فئة غالية ولا يغروكم ترى من جدة وهمم حقيقي الموضوع مو هنا الموضوع انه رغم انه الواحد مفتخر بهذا الموضوع الانه في جهات معينة للأسف ويعني ما ادري قبلها بيوم تقريبا ممكن عشان الصورة ما كانت واضحة تسربت صورة اليد ولاحظنا الطقطق وكمية الضحك والونسة والفلة على اليد اللي يقول لك اقلي عليه واللي يقول لك اشوي اللي يقول لك غاز لكن بعدما طلع الخبر بشكل رسمي انا ما اعرف يعني كيف صارت اشكال الناس فعشان كذا اخذها قاعدة عزيزي المتابع اي شيء مو واضح قدامك لا تستعجل وتحكم عليه اصبر عساس انه لا تكون في موقف بايخ زي ما صار في الوقت الحالي لدرجة حتى الاجانب اختبصوا بعض الكلام وحطوه في مواقعهم ما قد فعليا كيف يعني خلينا اقوله من النهاية امنا الرسالة للشركات اللي عندهم حسابات بي تقطقو انتبه من التقطق هذي لانه ممكن توديكم في داية على امو ماذا لو كان عندي في هذا المقطع اتمنى اعجبكم لا تنسوا اللايك الاشتراك والعم من هذا كله النشر سلام نعم! نعم! يمكنهم أن يشعر أي شخص ما يريد. أرى أن يشعر التفكير منهم.